بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا معكم في سلسلة الأرنب والصيف اليوم إن شاء الله رح ينشوفوا مشكلة أو معظلة ماء يتصادفها المربي في هذا الفصل مع هذا الحيوان المشكلة تسمحر في عدم استهلاك الأرنب للقضاء ولا التوقف الأرنب عن استهلاك العلف اللي هذا كان لاحظتوا من خلال التعليقات سؤال يتكرر بكثرة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي أغلبية المربيين يشتكوا أن الأرنب توقفت عن استهلاك العلف كان البعض أرجع السبب نوع العلف البعض أرجع السبب لخل الماء المشكلة يا صديقي سهلة وبسيطة مع ارتفاع درجة الحرارة الأرنب يحبذ الماء عن الأكل بطبيعة الحال يكون استهلاكه ولا الكمية الكبيرة اللي رح تدخل للجسم انتعه هي مياه الشر ورح ينقص من استهلاك العلف وبالتالي مع ارتفاع درجة الحرارة والأرنب كل اليوم يستهلك في كميات كبيرة تصل إلى 1-2 لتر لكل أرنب وما يتغذاش رح يفقد الشاهية وهنا يوقع المحضور اللي هو الأرنب إذا فقد شاهية استهلاك الغذاء رح يبدأ يضعف ورح تبدأ يوقع له خلل في أعضاء الجسم متاعه ككل رح يفقد المناعة يفقد خصوبة وما إلى ذلك ويفقد التحويل وبالتالي رح يضايح هذا الأرنب المشكلة رح في في الشاهية في حد ذاته وليس في الغذاء ككل ولا في نوع الغذاء ما تخليش الأرنب بتاعك أنه يفقد شاهية استهلاك الغذاء عندك أرنب يكل في مئتين جرام في الشتاء لازم في الصيف لاني يكل مئتين جرام تخليش الأرنب أنه يوصل أنه يكون مئة جرام ولا خمسين جرام لطبيعة الحال كل ما قل استهلاك الغذاء للوجبة الأساسية أنا وين الأرنب راح يتلقى من شكل كبيرة يقول لك أغلبيتهم وربيين ما نقدمش في الصيف لأنه مع ارتفاع درشة الحرارة الأرنب ما هو شرح يتغذى كما يتغذى شماش راح تطلع لفصوبة وتكون المناعة ضعيفة هنا بدأ نضعف نخسر في أرهن هنا الخلل وين؟ الخلل مع ارتفاع درشة الحرارة الأرنب يستهلك كمية كبيرة تعمى بطبيعة الحال ما هو شرح يتغذى رح يقل استهلاك كل الغذاء وبالتعود يوم بعد يوم ما رح يفقد الشهية على الأرنب وهنا وين يبطيق الحل سهل وبسيط أولا نقسم الحل ولا تح هذه المشكلة إلى قسمين القسم الأول المسبب هو ارتفاع درشة الحرارة خفى درشة حرارة الأرنب خصوصا في الليل ما تخليش لازم الأرنب في الليل تكون عنده درشة الحرارة 20 أو أقل لا يقدر يستهلك الغذاء ويتوقف عن استهلاك الماء هذه كنقطة النقطة الثانية هي المربي ما عندوش حل أنها وسطة أن الأرنب خلاص وقفلوا الأكل والله بداية يستهلك الأكل بكمية قليلة احنا وين لازم يتدارك هذا الخطر كيف رح يتداركوا؟ طريقة سهلة وبسيطة مجرد رفل شهية الأرنب خلي لازم تحتمل الأرنب ولا طفل ضع للأرنب أنه يستهلك الغذاء طريقة سهلة وبسيطة حاول أنك تعطي وجبات إضافية أخرى للأرنب يحب لها الأرنب في الأكل بحيث أن الأرنب لازم يقوم مفهومة ولا مش مفهومة؟ نعطوه مثال الإنسان في الصيف نحن كبشر في الصيف ارتفاع درجة الحرارة يكون اتجاهنا المياه الشرب أكثر من الأكل وبطبيعة الحال إنسان لا يشرح الغذاء في الصيف وفي الشتاء ما هو مشكلة في الصيف البشر يأكل دائماً الواجبات الخفيفة ودائماً يروح للغذاء الذي فيه قيمة سوائل كبيرة كان البعض مثلاً يتقدى باللعاء ولا يتعشى يجيب دلعاء يتقدى بها ولا يتعشى بها غام ورص الخبز يقول لك هلك عشاية ولا غداية لأنه لا يستهلك الغذاء ثقير مع ارتفاع درجة الحرارة ستجينيه ارتفاع درجة الحرارة وتبدأ تنقص له الشهية بطبيعة الحال راح يروح للأغذية الخفيفة طبعه يقتات ويعيش فقط ونصرحي طبق له صح حميح هناك نفس الحالة في الأرنب تحسيت الأرنب انتعب توقف على الأكل وش يجير ابتغيره في الغذاء بغذاء محبب بكميات قليلة بحيث أن الأرنب لازم يأكل لأنه مجرد أنه تبدأ ترفع له في الشهية ويرجع الاستهلاك تعود على الفعال نعطيكم مثال عدي أرنب هذا الأرنب ليس يأكل هذا الأرنب ليس يأكل طيب الوجبة ليس يأكل ولكن لا كمية قليلة أنا ليس ندير في منهار إذا قلت الوجبة كما رأيها ما نشرح نحلي الأرنب كما رأي ما يأكل ونخليه حوص أعلامي نسي نعطي له بل حفز به يأكل نقطة أرجع السؤال اللي ما تروح ليه هو شيني الحاجة اللي نعطيها للأرنب أنا عادي أرنب يأكل فيه عليك مركز لاحظت أن الأرنب ما هو شي يستهلك فيه بكمية قليلة ولا نقصط الكمية ولا مش يأكل بتاتي فهنا نعطي له حاجة أخرى لأن كل ما تتغير للغذاء الأرنب عدوا حب الاكتشاف يروح يشوف هذا الغذاء الشهني وكاين بعض الأغذية اللي يحب هالأرنب أعطي العلاف المركز كان بعض الأغذية اللي يحببها الأرنب هنا نروح نعطي له هذه الأغذية بكمية قليلة بحيث أنين نرفع له الشهيط من الأغذية اللي تقدر تعطيها الأرنب وترفع الشهيط هي كما نقول نحن الحواج الخضراء بصفة عامة مثلا لا نعرف مع دنوس صفصفة كما نقول القرط تبن حواج كما هيك اللي تكون هي أصلا غذاء للأرنب غريبة نوعا ما على العلم ما هيش كما العلم رح يروح للأرنب يبدأ يستهلك به نحن يمنش نعطي له فيها كغذاء نعطي له فيها كرافق شهية بطاقة إذا ما صبتش تقدر تعطي له خبز اليابس معروف عنا الخبز الآيابس يحبوا الأرنب ما شاء تعطي له بكمية كبيرة تعطي له إلا بكمية صغيرة لأنك وين تفتحه وتخلي له عمل بتاع الجهاز الآيابس انته يخدم الخبز اليابس معروف أنه فيه نسبة تعنيشاء كبيرة وفيه نسبة تع سكرية كبيرة في طبيعة الحال كي رح يتغذى به رح ترفع له الشهية ويزيد يرفع هو في نسبة استهلكه للعلم نعطيه مثلا مثلا مثال منيش هالك مثلا هذا الأرنب راني نشوف هنا في العلم فرقة عرفتها ومازال كيمارا راح نشوف اسكو نعطي له خبز اليابس يا كلهم يا كل شو نشوفوا الكمية اللي رح نعطيها رح نعطي له كمية صغيرة فقط ها هذي مرسول تع خبز اروح 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 مني مني الفوق فوق الفوق الفوق اروح 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 الأرنب اروح لانني غيرت لعطيته حاجة لا لا اروح اروح هذي نظن ان الجميع افهم الفكرة الفكرة انك يقلل الارنب الغذاء حاول اروح دائما الارنب لازم يتغط وعدوا كل الارنب عدوا معيارة غذاء معين مثلا في العلف كان ارنب يديمتين جرام وكان ارنب مياه وكان ارنب مياه وكان ارنب مياه وخمسين دائما لازم تعطي له الغذاء نوع له الغذاء بحيث انه يروح يستهلك العلم مياه الشرب لازم تكون متوفرة الارب وعشرين ساعة الارب وعشرين ساعة التغيير المياه الشرب يذكين الماء سخون وشرب منه الارنب بطبيعة الحر سيوقف لك الاكل وما يكونش فعنت دائما الذي يعدادك تجديد المياه الشرب دائما حاول انك تجدد ماء الشرب مرتين في اليوم جده دائما مع وقت الظاهرة وجده في في المساء ولا في الليل هذون الوقتين اللي تجددهم ماء الشرب ما تخليش الماء انت على الظاهرة يبطى يوم كامل حتى المساء هنا وين ما ارتفاع دائما راح يسخن الماء الارنب اذا شرب الماء سخن ما هونش راح يروح للغذاء بتاتا وما راح تكون كما احنا ما هونش راح يكون هنا دائما لازم تغير له وتخليه هيا بتاع عش السية تعطيل وجه باتخورة تعطيل ورقات تعمل نوس تعطيل وما انيش عارف انه قطع تاع جزر نوع له في الغذاء الحكمة انك تنوع له في الغذاء بها يتغذى ربي مناعة وموكش راح تلقها معاه مشكلة في الصيف في الاجهاد الحراري كل ما الارنب كان استهلاكه للغذاء ضعيف كان موش الجسم انتاعه ضعيف كانت المناعة انتاعه ضعيفة ما هوش راح يقاوم لك الاجهاد الحراري ما هوش راح يفوت الصيف معانتا هنا في الصيف يكون الحرص انتاعك انتا تخفيض درجة حرارة الارنب في نفس الوقت ضمان الارنب انه يأكل ويشرط غذاء جيد ونوع جيد بكمية جيدة والله مع نهاية الحلقة نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته